نحو آسيا تسير الولايات المتحدة لتعزيز دورها في مواجهة النفوذ الصيني المتنامي وبناء تحالف متين قادر على كبح جماح بكين عسكريا واقتصاديا الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ جولته الآسيوية الأولى منذ توليه سدة الحكم في البيت الأبيض بلقاء رئيسها المنتخب حديثا يونسون كيول حاملا في جعبته استثمارات اقتصادية بمليارات الدولارات ورغبة كبيرة في توسيع الوجود العسكري لبلاده في شبه الجزيرة الكورية ومواجهة تهديدات بيون جانج النووية التي أجرت في الأشهر الأخيرة السلسلة اختبارات لأسلحتها على مدى عقود كان تحالفنا العمودة الفقارية للسلام الإقليمي وخلق الرخاء وكان سببا في ردع كوريا الديمقراطية واليوم تعاوننا ضروري للحفاظ على الاستقرار على المسرح العالمي أيضا سيد الرئيس إن تحالفاتنا مبنية على التضحيات المشتركة والتزامنا بحرية جمهورية كوريا ومعارضتنا الحازمة لتغيير الحدود بالقوة وقد ازدهرت خلال عقودا من السلام والتعاون واليوم من خلال هذه الزيارة نرتقي بالتعاون بين بلدينا إلى آفاق جديدة آفاق يبدو أن لقطاع السيارات النظيفة الحصة الأكبر منها إذ احتفل بايدن ورئيس شركة هيونداي بقرار المجموعة العملاقة استثمار أكثر من خمسة مليارات دولار في تأسيس مصنع للسيارات الكهربائية في ولاية جورجيا الأمريكية دقائق قليلة فقط فصلت ما بين مغادرة الرئيس الأمريكي لأراضي الكورية ووصوله العاصمة اليابانية توكيو ليلتقي رئيس وزرائها فوميو كيشيدا قبل أن يكشف النقابة عن مبادرة جديدة للتجارة الإقليمية تعدها واشنطن الإطار الاقتصادي الأمثل لازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادي ويشارك في القمة الرباعية المزمع عقدها في ختام جولته الآسيوية مع زعماء اليابان والهند وأستراليا في إطار ما يسمى تحالف كواد زيارة يرى فيها مراقبون خطوة متقدمة للولايات المتحدة هدفها منع الصين من التفرض بمنطقة جنوب المحيط الهادئ وطمأنة حلفائها في القارة الصفراء بأن واشنطن لن تتخلى عنهم بمواجهة تهديدات بيون جانج المحتملة ترجمة نانسي قنقر